مرحبا بيكم مرحبا بيكم الجزء الثاني من بلا مارا لغرو روبورتاج لك قبلو خليني اتذكر كي ما قلت لكم قبل ما نخرجو الاسمية سين عام بيش تاركو تربحو زوز ملايين كل جمعة وخمسة ملايين كل شهر ساهل برشا تبعت سي على الرقم خمسة وثمانين ثمانية تسعين نجاوب على الاسئلة بيش تقوي حضوذك في الربح سي اذا على خمسة وثمانين ثمانية تسعين كي ما قلت لكم في بداية الحصة لغرو روبورتاج سؤال الرئيسي في حلقة اليوم من بلا مارا لربعة ستاش نوفمبر الفين وعشرين لماذا يغير مسلم في بيئة مسلمة ديانته مش نطرحو الخلفية النفسية الثقافية السوسيولوجية الفكرية للمتحولينا دينيا لغرو روبورتاج الي جمعنا في بعض الشهادات من انجاز زميننا المتقلق ياسين لكود ونرجعو البلاتو بش ناقشو لك اقبل ما نمشي الساعة خليني حيي سي محمد بالموسى سي محمد مرحبا بيك مرحبا بيك سي محمد أنا في بداية الحسة ما عرفتش الصفة فما مجلس هو البهائية في تونس فما محفل روحاني مركزي أنت شتسمى صفة أنا عضو مكتب الاعلام للبهائيين في تونس عضو مكتب الاعلام للبهائيين في تونس والبهائية مش يعرفوا السادة المشاهدين هي هو دين سماوي أنزل ربي سبحانه وتعالى كما أنزل الرسل العدة عبر التاريخ فهو رسول متمم لكل الرسالات السابقة عنده وحيه عنده كتابه إلى آخره خلنا في ملاحكاية هذه كيف يعني دعنيها في بيئة مسلمة يتحول لدينا أخرى البهائية في حالة محمد بن موسى وفي حالة لغرون روبورتاج المسيحية والتنصير نمشيوا لغرون روبورتاج التبشير أو التنصير في تونس كان بالأمس القريب كبرى عنوين الحالات المنفردة والمعزولة قبل ما يتحول اليوم إلى ظاهرة مثيرة للجدن يصيبها البعض بالمقلقة والبعض الآخر بغرية المعتقد نحكي والليلة عن التنصير الملف الصامد في الإنجيل الله محبة في الإسلام نحكيوكين على ذرب الرقاب ذرب الآنق دي جافة ما حديث يقول نصرت بالرعب قالت لي من ينكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات ساحقة رحم دي جافة ما حديث يقول نصرت بالرعب دي جافة ما حد المؤتمر الإفخارستي بقرطاج في ماي 1930 وقتها ولأول مرة تم توزيع مناشير لدعوة التوانسة الاعتناق المسيحية الشيء اللي أثار ردود أفعال مستهجنا في صفوف الشعب ودفعت بالحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال وفي نفس الوقت شن الإضرابات بعد الاستقلال وبعد مغادرة المستوطنين للأجانب تونس ما عادش فموجود يذكر للأقلية المسيحية وقعت تونس اتفاقية مع الفاتيكان عام 1964 تسمح فقط ببقاء بعض الكنائس تحت سلطة الكنيسة الكاثوليكية مع اشتراط عدم تحويلها المسجد اليوم ومع انتلاق الثورة الفضائية والرقمية اتغيرت الأمور صفحات فيسبوكية بعنوين مختلفة تدعوك وأنت جالس أمام حاسوبك للالتحاق بما يسمونه هم طريق الخلاص يكفي فقط باش تبعث رقمك الخاص وسيصلك كل شيء عن المسيح هذه موناء كيف ما سمنها واحدة من اللي نشحت صبحة صوت المسيح بتونس في إقناحة بالتحول من ديانتها الأم إلى المسيحية حكي بدت معايا وقتلي أمي وبابا تلقو بابا كنا يصلي لكن عمره محسسنا اللي محسسنا معاه يعني لا بأمي لا بحد شيء كنا صعيب برشا 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 ومتزمت برشا برشا طلقو وعمل فيه تسعى قد روحي نعيش في حالة فرق كبيرة تعرفت على واحدة قنا معايا في الجامعة واقتصر اللي صار بالنسبة لمجتمع مرفوضة دينيا ومن جميع النواحي بعيدا عن الصفحات الفيسبوكية هذه نلقاه قناة الحياة التبشيرية الأشهر على الإطلاق يجوز للمسلم أني تجوز بنته من الزن ويجوز للمسلمة أن تتزوج ابنها من الزن في الدار كنت لاحظة أنها دي ما تتفرش لقناة الحياة لكن ما عطيتش أعتبار كانت حاجة طبيعية تفرش الحياة والطرش تقنات تبشيرية المسيحية هذا سي المنظر اللي تحولت حياته إلى جهيل وفق تعبيره بعد ما تفاجأ بتحول زوجته من الديانة الإسلامية للديانة المسيحية مش قلت بداية في سنة 2004 كانت زوجتي هي أستاذة بالعصر في التاريخ اعتنقت الديانة المسيحية وارتبطت بطايفة اللي كانت تمتميل الكنيسة السبتية اللي كانت فيه بالحرق شرع برديبة وطولت في العوينة كانت مخبّي عليها في الجوجة أول مرة أول ما سرحتني جيت لي وقالت لي جملة ما ننساهش من ينكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات ساحقة بصراحة من كلمش عليك أشعور بالضنب والخوف خليني حتى من الأحتياث الأقرب الناس لها خليني خايفة وبشي عاتبوني ومرعوبة شنو بشي صير فيها حتى ليني نهار نتصفح في الفيسبوك نلقى صفحة مكتوب عليها صفحة صوت المسيح في تونس قلت مرة نشوف أنا هاي ظومة شوية حكي وزعمة شفامة هاكا شوية هاكا حبتي لي حبيت نعرف بعثت ميساق شوية طلبوا مني رقمي تكلموني كيت روحي هاكا مرتاحة في الحديث معهم كل شي سهلولك يبصتولك بعد ما بعثوا فيا شوية أمل وحسيت بالأمين برشا معاهم في الحديث وكل شي لقيت فوصة اللي أنا حكيت على مشكلتي لي صارتلي الجمرة كانت مفتاحية كانت هذيك المفتاح اللي خليني هذيك اللي داعا عن نتك معناها لا 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 بدأت بدأت تشعر لي في أنها تحاولت من المدينة الإسلامية إلى المدينة المصحية كانت صدمة ما تنجمش تتصور قدش كانت قاسية وصعبة عليها شوفي بريت فضلك لكن وقت اللي خرجتلي نسخة من الإنجيج وقت عرفت ذي الأمور ولا جدية الحقم تعربي عمري ما سمعت لا حرام لجهنم وبئس المصير وحمل اللي كان على كتفي حاسيته خف على الأخر وقتها بعثوا لي نسخة من الإنجيل عرفت إنه الله محب هي وصلت بها لشرة أنها تحاول تدخلني معها في الدين المسيحي وتشككني في ديني أصل دين الإسلامي دين عنف دين قطع لقاب دين قطع أي دين في الإنجيل الله محبة في تعاليم المسيحي يقول لك أحب أعدائكم باركوا لعينيكم في الإسلام نحكيه كان على ضرب الرقاب ضرب الأعناق دي جافة ما حديث يقول نصرته بالرعب كدار ودات كنيسية كتب ترانيم كل يوم حتى اللي بنات ولو حفظينه ترانيم هي صغار كده كده الإسلام اللي تربيت عليه في عائلتي أنا إنه لازمك تتصلي وتصوم والحج والزكاة باش تنجم تكون مؤهل إنك تدخل للجنة أنا قلت لك مؤهل خاطر ما فميش ضمينا حقيقية باش بتدخل لها الجنة آما ما علمنيش إنه الإسلام محبة شهريتها اشترهت هز هال المساهنات هال الواحدة بتاعها حتى فمان جروب عندهم جروب آخر مرة عاملوا نشاط على أساس أنهم بتحولوا للإندراب بيدعوه إنهم بش يعاونوا المساكين ونفقين وهو في الحقيقة قبل التبشير قال ديني مارسوا في نشاط وفلوس كبيرة قبل تور ما إيش أنا قد كمرتي وأستاذا اشتر شهريتها ما أنا أكثر ما اشتر ما ما تخلتش عليها ما يتحسن هيش حسيت بكون حتى البنات ماشين في نفس الطريق عن الأسلام الدنيا الدنيا ولاد جاحين بربي نحيوها وراء شكون يقفوا راكم نحيوها يولادي سايبونا ما يقفرانك كان يسوع المسيح محبة الله والسلام وطريق الخلاص ياخوية ما عوش بذبتش كون يقفران لكن في وقف وما حتى الناس اللي ما خفتينه مع الزوجتي ما همش ناس يعني عاديين ناس مسقفين من ناس مسجدين من قعب القراص في في البنوك في هكتشوف في التعليم في الصفارات في أستاذة وفي التاريخ وقدروا أنهم يقصروا عليها ويغيروا لها وعندها زوزبنات ومتهمين كلنا بصر يعني إلا باس معنا شيء ما بالك يعني يعني يظهرني تأثير كبير أنا بزاحات التنظر في قناة ما القناة العربية ويزن أذان تخرجها تجري وإلا تشوفها هكتحس أنها تتعب معنا هتولي تتحول شخصية أخرى لمجرد سماع الأذى؟ لمجرد سماع الأذى؟ قولك ما تحبش منها التي تتربى على الأذى؟ حبهم شي اسمه الأذى؟ كيف تشوف الأحاديثة والآيات عمرك ما تحس بالأتمأنين ولا الرحة ولا السلام؟ لكلها رعب وتهديد وأخويف هاو إحنا شبش يتلعلك هاو منكر والنكير هاو عذاب القبر يعني مفهم شيء بعض ثلاث مأنين رعب حتى في الأنفانات كانت تفرش كان فيه رشيد برادر رشيد المغربي هذا تحول من الديانة الإسلامية إلى الديانة المسيحية هذا رشيد المغربي صاحب برنامج سؤال جريد اللي ترك الإسلام وتحول المسيحية رغم أنه تلد في بيت عائلة مسلمة عائلها الأول إمام خطير برنامج من نجموش ننكر أنه له من الأتباع الكثير داخل تونس وحتى الوطن الحرم لا أحد يستطيع أن يعطي الأعداد الحقيقية للعابرين في كل بلد لكن كل المؤشرات تدل على أن أعدادهم تزيد يوما بعد يوم وأن الكثير من العوامل تزيد من تلك الأعداد أهم تلك العوامل هي الأنترنات والفضائيات من المؤكد أن الإسلام لم يشهد موجة من العابرين الذين يتركون ويتبعون المسيح مثل هذه الموجة التي نشهدها هذه الأيام لكن هي معناها هي أستاذة تاريخ وقدروا أنهم يخسلوا لها مخة وركبوها من هنا من بالك الناس اللي ما عندهش لحد هاكا من الثقافة والوعي باش نجموش شيك باش جراء توصل بسيط صراحة دارهم هوماء كلام دارهم دارهم قاطعوها وقفرت لي ملقوش معها حل قررت لي قدم قضية فتلاق باش حاول نعمل تداقل الضرار نحاول على قد منع ابنتي منجحين خطم عشفة محتاح للأكثر منعها وفيت سعيد توبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعونا من خلال ترجمة نانسي قنقر هذا كان الروبرتاج من إنجاز زميرنا ياسين لكود ركز أساسا على التنصير في تونس نشاط التنصير في تونس لمحة تاريخية عليه ولكن أيضا الشهادات الحالية قالوا فما جزمة توانسة بسيط حسب الإحصائيات ما زال يتوسع منذ سنوات يبدلوا في الديانة بتاعهم نحن باش نطرحوا صحيح التنصير والنشاط التبشيري في تونس ولكن أيضا السؤال الرئيسي على التحول لماذا يتحول الإنسان دينيا ما هي المقاربة؟ خلنا نفهم التجربة الشخصية لسي محمد بالموسى كيف تحولت سي محمد؟ والله تحولت ممكن كلمة غير دقيقة بصراحة يعني عندما يقول ربي في القرآن الكريم أن الإسلام هو دين الحق وأن الإسلام هو دين الله في البدء وفي الأزل فهي حقيقة يعني نحن لا نفرق بين أحد من رسول الله فكل ما قيل في التوراة ولا قيل في الإنجيل ولا قيل في القرآن هو على رأسنا وعلى عينينا فقط كلمة الإسلام معناها ضافي وشافي ويعني كلمة متعددة المعاني بمعنى عندما نقول سيدنا إبراهيم يقول كان مسلما حنيفا ولا المسيحين يقولوا كانوا مسلمين لله ولا اليهود كانوا مسلمين لله فأي معنى للإسلام؟ هل هم يقومون بالشريعة الإسلامية؟ هل هم يقومون بخمس صلوات؟ هل هم يزكون؟ هل هم يحجون إلى الكعبة الشريفة؟ إلى 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 خيره من التقوس فلا فالإسلام المعنى الأساسي أو من المعاني بيش نكونوا متواضعين يعني لله وفي اللغة هو أن يسلم المرء وجهه إلى الله ما معنى أن يسلم المرء وجهه لله سبحانه وتعالى هو أن يطيع رسول العصر آه رسول العصر يرحم بك وهذه الكلمة المفتاح فهناه امتحان امتحنت فيه كل الأديان وكل المتديني فعندما جاء سيدنا موسى عليه السلام كان تحدي على الإنسانية عندها إنها تترقى وتتعدى إلى رسالة توحيدية وهي رسالة سيدنا موسى بشريعته القوية يعني حتى يقال أنه كان غليظ يعني سيدنا موسى عليه السلام إنه الناس تتعدى إلى المسيحية عندما جاء السيد المسيح إلى معاني أخرى ليست الرسالة البداغوجية أنا خاتر مربي أستاذ أنا فهي بداغوجية تربوية يرافق بها الله سبحانه وتعالى تدرج وعي الإنسانية فإنسانية موسى كانت تحتاج إلى بعض الحزم الإله الرباني سبحانه وتعالى مع السيد المسيح معاني أخرى ومفاهيم أخرى كلها جميلة لكن فما معنى المحبة معنى التضحية هذه تتطلع وتستنى معنى أكثر من النضج سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم المعنى كان أكبر من المعاني هي كم دي بوپيروس بينا معنى هلسانية موسى سيدنا موسى عليه السلام كان موسى للإنسانية سيد المسيح زاد مستوى بداغوجي اللي أعطاه المعلمة بتاع السنة أولى خليني نقول كتشبيه مجازي لكن من نجموش نلغيو القيم والمبادئ الأولى اللي تأست عليها الإنسانية من ديانة توحيدية مع سيدنا إبراهيم سيد المسيح مستوى أعلى من النضج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان قوام العدل الأساسي جدا فكان لابد من صرامة لتأسيس الدولة لتأسيس الأمة فالبلد الوحيد البلد الوحيد اللي تغير اسمه أو المدينة الوحيدة في الإسلام اللي تغير اسمها هي ياثر برافاليك هي المدينة المنورة كل ما عدا ذلك لم تغير لأنه هدفه تأسيس أمة فالأمة من الأندلس إلى الصين هدف رسالة سيد الخلق محمد اليوم نعتقد نحن مع حضرة الله إنه الإنسانية ولجت دخلت يعني في العتبة ما زالت أشياء أخرى سيد المضج والهدف الأسمى من رسالة حضرة الله كتتم للأديان الأخرى في اللي بو بيروس هو وحدة الجنس البشر نتطلع إلى وحدة الإنسانين محمد بن موسى الذي ولد في بيئة مسلمة لوالدين مسلمين كيف يشوه لهم بلظبط كيف يتركه ويعتبر ولا يشاطر هذه البيئة قناعتها في أن محمد هو خاتم الأنبياء وأصبح مؤمناً بنبي آخر وبالدينيات الأخرى والله يمكن مش نشوفيش إحنا كبهائين نعتقد أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ما لاش يعمل محمد لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث قال علماء أمتي خير وفي رواية أخرى كأنبياء ابن أسرائي فإنتهى زمن النبوة بكا الكالوس تعملها وبخير فأصبحت النبوة هي إنسانية ولا حاجة للإنسانية بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنبي لكن معنى الرسالة وتدرج الوحي هذا قانون من قوانين الإنسانية كما تكون في قوانين طبيعية جاذبية مغناطيس فلو تشوف تاريخ الإنسانية أينما وجدت حضارة وراها رسالة هنا خلال عزيز عبد ستار في التاريخ عنده باع وذراع في التاريخ أرنولد توينبي ولا أوزفالد سبينجلر وقت اللي حلوا حركة التاريخ يلقاه مع كل حضارة رسوله رسال فأحنا نعتقد اللي الإنسانية اللي احنا فيها اليوم تقتغي رسالة محمد بن موسى الطفل الصغير اللي شاء في عائلة مسلمة منين كيف تغيرت هذا الشاب أنا كنت مع ماري ولا زلت مع ماري أنا مهندس مع ماري وأستاذ جامع أنا كنت مولع جدا بالإسلام الجميل عشقي للإسلام الجميل عشقي للموسيقى صوفية أفغانية على إيرانية يعني لماذا لم تبقى ملف الإسلام الجميل؟ هاي جايك هاي والهنسة الجميلة وبو أحيان التوحيدي في الخط وكل الزادة هذيك الجميل كله لكن في نفس الوقت أنا كانت تطلعاتي نتحرك مع زميلاتي إنساة مع زملائي مع أختي اللي نشوف فيها كيفش قوامة هي في الدار على العائلة كلها وعند القوامة وعند 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 بصراحة بديت نشوف إلي فم أشياء لا تتماشع مع العصر يا التهر الحدات يا بورجيبة يا المسلحين في تونس في مشكلة بصراحة في كل زمانة ذاكة وأنا في جامعي وإلا الرحمة الإلهية لا ولن تنقطع فإشكالية وجدانية روحانية أنا نعتقد اللي ربي سبحانه وتعالى قالت اليهود في القرآن قالت اليهود يد الله مغلولة جوابهم ربي بآية قال لهم غلت أيديكم بل يداه مبسوطة البسط اليد هي الرحمة هي الرسالة هي أنه ربي ما ينسناش وأنا أعتقد اللي من خلال اللي يحلق فيه وهالتكنولوجيا والإنسانية ذي هي إنسانية جديدة يلا خلنا خلنا نفهم طواء هذه وجه نظر سيموحمد تتجربته الشخصية اليوم ما لاش بتحطوا على البهائية بتحطوا على تجربة شخصية لشخص في بيئة مسلمة غير دينه كلنا نفرجوا في الروبورتاج سيموحمد وشيء أتى عليه بكل كياسة سيموحمد بدون أن يصدم الواعي لكن في الشهادة متع اللي خداها يسير لكود للمرأة التونسية التي تنصرت قالت أنا حنليت عيني نرقى في الإسلام ما نحكيه كان على سفك الدماء وقطع الرقاب نرقى المسيحية تحكي على الله محبة ويحكي الراجل على الشهادة متع مرتو يقول أنها تأثرت بهذاك البير رشيد شاسمه هذيك اللي في قناة الحياة وكذلك اللي يعمل الواحد الأخ رشيد الشي سمع الأخ رشيد الأخ رشيد يعني يقوله الأخ رشيد في قناة الحياة المغربية وتنصروا على ديه بارشة التوازق النشاط هذا عادي المسألة هذه عادية المسألة هذه مش عادية إذا نعتبره أنا ضرب من جهل كبير جدا خاصة للسيرة النبوية الكريمة وللقرآن وللدريخ الإسلامي لأن الدين عند الله هو الإسلام ولو أني أردت أن أخذ بسطة وتعتيني متنفذ صغير من الوقت حصة تريحة بش نجم أنا نوصل لفكرة متاعي لو نرشل نرى شكون سيدنا داود قتل آلاف آلاف مش يوصل إلى تحقيق حلمه والعودة إلى أورشاليم اللي هي فلسطين النصارى قتلوا كثيرا خاصة في الحرب اللي دارت ما بين العرب وما بين النصارى وكانوا في مصر وكانوا في سوريا وكانوا زادة في العراق تم ذبح العشرات الألاف من الذين لم يستسلموا بل أسلموا مباشرة وكانوا من العرب لأنه مهماش من أبناء يعني جلدتهم وفهمت حطهم المهم بانا بشي قل نحن نصل الآن إلى مسألة مهمة جدا السيدة مريم هي أم المسيح وآتت به قوى أصلحني سيد الشيخ لأنني أنا مش نبدأ تسلسل هي طويلة جدا للحكاية ومنحبه سننسي محمد نقوله راه الذي أتيت به أردت أن تقول فخنا فجاء قولك نكرة كيف ما لما لا شك في خاتم الأنبياء والنبوة بالنصوص الكاملة جدا بتوراتهم وبإنجيلهم وبمدوناتهم وبما عندهم من أعلام من كعب الأحبار ومن غيرهم وصوله إلى القرآن إلى السنة إلى مقاله بنرجل إلى مقاله المؤرخين الكبار ومنهم عبد الرحمن وخلدول وكذلك الكل نحن نعرف أن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم وبشهادة العدو قبل شهادة الصديق لكن نحن نتصل ننظر إلى القرآن النص الجميل هذا النص الذي أنا قريته بالكتاب ومحترامي ومنحبش لأنه أنت لا بنيش في الجدل أنا قريت الكتاب منه بعض الفقارات جسم الكتاب المقدس الأقدس 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 أكس محمد ما هو ثم الأقدس هو الكتاب التشريع ثم الكلمات المكنونة بحي سيد إننا نقول أعوض بالله مشترجين بسم الله الرحمن الرحيم والسيدة مريم الآن دخل بولدها وآتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأسوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قوة القرآن في النص اللغوي لماذا نحن أن نتحدث عن اللغوية ثم فأشارت إليه قال قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صابية قال إني عبد الله بتكتريف إني عبد الله آتاني الكتاب التشريف وجعلني نبي التشريف الثاني في المقام الأول وأوصاني وجعلني مباركا أينما كنت المكان وأوصاني التكلف بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيه ولم أكن جبارا شقيه واجعلني جبارا شقيه والسلام علي يوم وولدت ويوم أموت ويوم أموت